مَا لِي غَيْرُ بَابِ اللَّهِ بَابٌ مَا لِي غَيْرُ بَابِ اللَّهِ بَابٌ وَلَا مَوْلًا سِوَاهُ وَلَا حَبِيبٌ كَرِيمٌ مُنَّعِمٌ بَابٌ السلام عليكم ورحمة الله نعم المضوحة سبب 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 وَلَا مَا لِكَوَيْرَ وَشَبَهُمُوا عِرْضِي أعوذ بالله من السيطان العجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الشريف يقول إن الله عوض الحسين عوض الحسين بسبب استشهاده أن جعل الأئمة من ذريته والشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته لكل هذه الأمور لكل هذه الأمور أما كلام الإمام الحسين عليه السلام فأرادوا دمي فهرابت لأنه أكو في الحديث الشريف يقتل الشخص في الحرام فيهتك بقتله الحرام من الإمام الحسين صلوات الله عليه وقال لمحمد بن الحنفية ما أريد أبقى هنا بالحرام حتى أنا أقتل في الحرام وبعدين عبد الله بن الزبير قتل في الحرام ولهذا ولهذا هو صار مصداق له من يهتك به وقتله الحرام كل هذا الأمور هو قال وإنما أرد لطلب الإصلاح في أمة جدي كل هذا الأمور صحيح كل مو إلا هذا دون لاك لاك دون هذا والشفاعة من جملة والشفاعة من جملة هذه الرواية وفي الرواية الأخرى أكو نعم الشفاعة الكراهة الكراهة في العبادات مو معناه أنه ما إلا ثواب الصلاة في الحمام مكروهة أما واحد يصلي صلاة الصبح بالحمام أي صحيحة أو لا صحيحة مكروهة يعني إما يكون ثواب أقل لو يصلي بالحمام أو يصلي بالبيت يصلي بالبيت أفضل إما أن تكون هناك حزازة حزازة منقصة مو أنه الثواب أقل يجوج الصلاة في الحمام يطلو عشرة والصلاة بالبيت هم يطلو عشرة مو إلا أقل وإنما هناك حزازة مصاحبة لهذا الأمر كراهة في العبادات هذا التشييع من العبادات بالنسبة للنساء تكون هناك حزازة أو أو الثواب أقل يكون المتابعة لا لا مواجب أن يلحق بالجسد وإنما يجوز أن يلحق بالجسد بشرط أن لا يصير سبب لكشف بدن الميت وإنما يجفن تحت التراب أي مكان صحب نعم أهلا وسهلا ما شاء الله أنصحهم بنصيحة يعني أنقل لهم نصيحة الإمام الرضا عليه السلام وهم يزيرون الإمام الرضا سلام الله عليه الإمام الرضا قال رحم الله يعني إلهي ارحم يعني دعاء من الإمام الرضا رحم الله من أحيا أمرنا أي واحد منكم يحب يحيي أمر أهل البيت كلكم واحد سأل من الإمام الرضا عليه السلام كيف يحيي أمركم أي شي سوي فأجاب الإمام عليه السلام بكلمتين آتان وصيتان للإمام الرضا عليه السلام للجميع ومنهم أنتم خصوصا الشباب الإمام الرضا قال يتعلم علومنا يعني علوم أهل البيت علوم أهل البيت في العقائد في التوحيد في العادل في النبوة في الإمامة في المعاد علوم أهل البيت في الأحكام الشرعية شنو واجب شنو حرام شنو مكروه شنو مستحاب شنو مباح علوم أهل البيت في الآداب الشرعية آداب الأكل آداب الشرب آداب المشي آداب الزواج آداب السفر علوم أهل البيت في أخلاق أهل البيت في قصة الأنبياء في تاريخ الأنبياء هاي وحده يتعلم علومنا إيش قد ما تقدرون بالكتوب والسؤال من العلماء اللي يعركوا ويقرأ يتعلموا علوم أهل البيت كل ما أكثر وهو أحسن أي وحده الثانية ويعلمها الناس علوم أهل البيت شكد ما تعلمت جنابك ونقلئ لغيرك أيضا الآخرين خصوصا الشباب في المحلة في البلد في مدينة في القرية في العشريرة الأقرباء الأصدقاء في الجامعة في المدرسة يتعلم علومنا هذه وحده الثانية ويعلمها الناس هاتان الوصيتان عندما تزورون الإمام الرضا عليه السلام عاهدوا الإمام الرضا على أن تعملوا بهاتين الوصيتين في قد ما قدرت بأي مقدرة ما كنت حتى تكونوا مشمولين لدعاء الإمام الرضا عليه السلام بالرحمة لكم أسأل الله التوفيق لكم جميعا في الحديث الشريف زيارة الإمام الرضا عليه السلام حج الضعفاء وهم شيعتنا ثواب الحجب ظاهرش أمينه ثواب الحجب يعني على كلهم هناك أيضا هناك أيضا هناك أيضا أيضا وهم ضميري ومجبه بعد كلمة وعفا ثواب الحجب حتى نحن نحن نعرف حتى ترجمة ترجمة وعلى حتى نحن 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 تجربة لأمامل وقت خص يعني عمومي حضرت رؤية ندار عمومي مرضون ندار نحن هم استثناه هست واقع انه استثناه متواتره يعني اجمالا بعض از انا قطعاً درسته قتيلة المرادة يعني ما شئ به همه شئ اشتباه فالمنطب تقول قطعا بعض أذینها درست ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر قبل الظهر هذا يجبه رفع الحدث هذا مو محدث ترجمة نانسي قنقر 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 بليل خاص أكو والمشهور عملوا بهذا الدليل مشهور من الفقهاء يعني 90% من الفقهاء من الشيخ المفيد وإلى هذا اليوم أو أكثر من 90% شكوا من لا أشكال ما بي فقط فضل مشكل أكو وهو إذا مسحه بيده في الوضوح على رأسه مرة ثانية مسح هذا الماء اللي بالرأس من المسح الأول يصير ماء خارج وإطلاقات الماء الخارج يشمل ذلك تشمل فلازم بهالماء يعني احتياط أكو احتياط وجوبي بهالماء ليمسح رجلة بمكان آخر من الكف يمسح رجلة يعني إذا مسح رأسه لأصابعه ثاني مرة همسح رأسه بالمكان اللي مسح الرأس بالمرة الثانية احتياط أنه بذاك المكان لا يمسح رجلية بمكان آخر من الكف يمسح رجلية من هلجه بمكان آخر من الكفر يمسح رجلية بمكان آخر من الكفر هذا لا يصبح مائفة يعني هذا تكرار لا يصبح في نفس المكان هذا لا يقالب يعني لا يوجب إشكال بالولوء بمكان آخر من الكفر بمكان آخر من الكفر ليسوا دنیا ميت ليسوا تو دنیا بعد برمیگرده دوباره برمیگرده از دنیا بیرون میره از فوت میشه میمیره معاد بش میگن وقت وقتی که مرد بعد دوباره برمیگرده تو آخرت وقت چند تا هست چند مرحل هست و أنت رواية انتظر لك بعض الأنسان حساب أمضاء حساب للحسين مرة به وقت تقابر وعده حساب الخلائق قبل يوم القيامة مع الحسين بن علي صلوات الله عليهم وحسابي بعد قائمت نعم لنها كم ازياد عندما زنده افرس repente خیرات میکنن استغفار نماز استغفار میکنن قرآن استغفار میکنن النتیجه گيره اما اگه خودش في الدنيا أولاد صالح تربية أولا دعاش میکنن أو صدقات جاريه قذشته بهش ميرسه كم وزياد ميشه ديگه أو اگر ايه کار بدی کرده اون کار بد بعد از مردنش ادامه پیدا میکنه این عذابش زياد ميشه كانت ما غيرت ميد و استعماله كانت ما غيرت موده كانت ما غيرت لاحقم كانت ما غيرت مختلفة و فمعصومين田 سبرا فهو يجب أن يكون مستقبلة. هذا هو صحبت في علم الإمام التي يتحدثون عن هذه الحالة أنه يتحدث أنه يتحدث أنه يتحدث يعني فرض کنید شما تشمتونه وقتی که بسید خود نمی بینید چیزی. اگر خواستید تشمتونه واز میکنید وقتی که واز کردید می بینید. بعضی ها انشاء و علماء از این بابه نه اینکه استحضار ندارن. استحضار دارن اما اعتناه گاهی نمی کنن. انایت ندارن نه اینکه استحضار نیست. شما که اینجا نشستید میتونید همه رو ببینید بله. اما اکششون رو بستید که دیگر نمی بینید. اما در اختیار تونه این. علم امام علیه السلام اینجور فرمیده. علماء مجلسی یک جای رضوان الله علیه یا تو بحار یا تو مرآت همین رو می فرماد. شما باید. حتی که این رو می رو می رو می رو. همه چه خدا بشان داده. برای نظر یا تو نیش داده. همه چیز خدا بشان داده. بله. فقط استثناه شده رضق و خلق. يعني إنو نجيت هلو على كل نجيت إنو باله نعم وين هذا إيه؟ وين قال من ادعى الرؤية فكذبوه؟ في النائب الرابع إيه؟ لأنه النائب الأول عندما ران يموت جاءته الرسالة مع الإمام عبد الله فلن الله قال إنت راح تموت وصي لنائب ثاني قد ذلم يحمل قانين هل توضي مبنام وصي للنائب الثالثολ�ود وقال farming وجعدت الرسالة أنت راح تموت ووصي للنائب الرابع النائب الرابع من رادي يموت جدت رسالة لا توصي الأحد راح غيبة كبرى تصير ألا هنا من ادعى الرؤية فكذبوه يعني ادعى الرؤية وقال أنا النائب خاص للإمام الحجة هذه قرينة داخلية في نفس هذه الرواية اللي قال للإمام عجل الله فرجوه الشريف لا توصي الأحد نائب خامس ما عندي بعد أنا نواب أربعة ألا فمن ادعى الرؤية فكذبوه مو كل رؤية رؤية بعنوان أنه يقول أنا النائب واحد يقول أنه النائب الخامس للإمام ما كهي شيء ادعى رؤية النيابة الخاصة بلد بلد آلا خب بلد همين نمعناش إن نيست كه رؤية نيست رؤية بعنوان نيابات نيست بلد نعم صلوات الله لا 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 شوف هذه الرواية عن الإمام الجواد عليه السلام وفي مقابل الواقفية جماع من الشيعة في الشرخ كبير الشيعة صار هذول بعد استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قالوا الإمام موسى بن جعفر غاب وما مات فهذول ما أنكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام لما استشهد الإمام الرضا عليه السلام ما كانوا يزوروا يقولوا هذا مو إمام الإمام الجواد عليه السلام قال الخواص من الشيعة لأن ذولاك اللي أنكروا إمامة الإمام الرضا وقالوا أبو موسى بن جعفر ما مات بل غاب غايب هذول ما كانوا يزوروا الإمام الرضا هذول من الشيعة كانوا هذا فهذا الشرخ داخل الشيعة كان ولذا خواص من الشيعة هذا بالاصطلاح العلمي يسموه قضية خارجية مو قضية حقيقية مو مال كل زمان وإلا الآن حتى اللي ما يعتقدون بإمامة 11 إمام اللي هم من الشيعة يزورون الإمام الرضا عليه السلام فقط الواقفية باعتبار إنكارهم لموت الموسى بن جعفر عليه السلام وأنه قالوا الموسى بن جعفر عليه السلام مو ميت وإنما غابوا الإمام الرضا مو إمام ولذا ما كانوا يزورون الإمام الرضا هذا ملاك الوقت اللي هم من الشيعة وقفوا على الإمام الموسى بن جعفر و أنكروا إمامة الرضا عليه السلام واخواص من الشيعة اللي مواقفية يزورون الإمام الرضا هذا ملاك الوقت السحر أيضا لذيكم السياسي الإ unwanted تداعب بية الغالق وهؤل الشيعة موسى الإمام الخاص شكراً من المتافة لم يتمكنون جداً. حتى وقت سنوات الإبنى حمزة بنطاعة وقتها مضت هذا الشيء من العظيم فهو تابع موضوعات فعليت لأنه كان حدثي أماما ، وقتها مخطأ وقتها حدثي كما كان حدثي ، وكيلاً حضرت نعم السلة يعني حرب يعني سلة السيب الجو يقتل الأمام الحسين في كربلا وذلة يعني يستسلم ليزيد للظالم الإمام قال أنا أرجح السلة يعني أرجح أنه من يردون يقتلوني أنا أدافع عن نفسي بالمقدار اللي أقدر أسل سيبي وما أن قتل وما أذل نفسي لإعتراف بالظالم وهو يزيد بن معاوية السلة والذلة السلة سل السيب الزوار خصوصا الشباب نصيحة الإلتزام وهاتين الوصيتين من الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يحاولوا بالمقدار اللي يقدروا بالكتب بالسؤال من العلماء كل ما يجب بالهم من الأسئلة يكتبوا حتى من يشوفوا العالم يسئلون من اللي يعرف يقرأ كتب يقرأ حتى يستزيد علم بما ذكره أهل البيت عليه الصلاة والسلام كنت يزيدون لديه الصلاة والسلام يجب أن تدخلوا في الصلاة والسلام ومعاك تدخلوا في الصلاة والسلام ابن أبي حمزي بطايني كانت في زمان عمام موسى بن جعفر كانت معتبرة ولهذا كتب فقهي ببينت الكثير من روايات وفقهاب فقهي خطوتين قال اجماع است. نعم بعد ذلك منحرف روايات نقل نقل فقهات الشيعة لكن روايات قبل انحرف فقهي ببينت فقهي ببينت صده ها مورد نده ها فقهي ببينت روايات موسى بن جعفر علیه السلام فقهي ببينت فقهي ببينت كل ما يقال او يوزن فرق ما ربا يأتي فيه اللي يباع بالعد معدود هذا لا ربا فيه يعني ما يقال وصلى الله على محمد وعليه الطهر ما لي غير باب لا باب ما لي غير باب لا باب ولا مولا ولا مولا ولا مولا سوا ولا حبيب كريم منعيم بار رؤوف كبير الفضل كبير الفضل للداعي مجيد موسيقى